المختبر السادس The Integral Heat of Solution قياس درجة حرارة المحلول The Integral Heat of Solution الهدف عندنا من هذه التجربة هو تحديد Determine The Average Heat of Solution تحديد معدل حرارة النظام أو المحلول تحديد معدل حرارة المحلول بالنسبة للجزء النظري بداية مثل ما تشوفون عندنا هذا Flask داخله Solution ممكن Glucose in Water NaCl in Water إلى آخره عندنا Flask وعندنا محلول هذا الفلاسك والما بداخله من محلول أو تفاعل رح نسميه System أو نظام إذن عندنا هذا النظام ما يحيط بهذا النظام هو المحيط أو Surrounding إذن عندنا جزئين أساسيات الفلاسك والما بداخله كامل يسمى النظام System أي شيء يحيط به هو Surrounding من ناحية الحرارية أو من ناحية الطاقة الحرارية عندنا نوعين من الأنظمة نوعين من الأنظمة نظام الأول أو التفاعل الأول اللي هو Exothermic Reaction تفاعل Exothermic Reaction أي تفاعل طارد للحرارة أو تفاعل باعت للحرارة معنى التفاعل الباعت للحرارة هو التفاعل الذي ينتج حرارة من داخل السystem من النظام إلى المحيط الخارجي من داخل النظام إلى Surrounding أو المحيط فهذا التفاعل سنسميه تفاعل طارد للحرارة Exothermic Reaction على الأكس التفاعل الماص للحرارة اللي هو التفاعل اللي يحتاج طاقة حرارية حتى يتم مين راح يأخذ هالطاقة الحرارية محيط إذن اتجاه نقل الطاقة الحرارية راح يكون From the Surrounding من المحيط إلى داخل السystem أو داخل النظام إذن عدنا نوعين من الأنظمة عدنا Exothermic Reaction 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 من الطاقة حرارية كمية هذه الطاقة الحرارية الممتصة أو المنبعثة الممتصة في حالة الـ Endothermic Reaction والمنبعثة في حالة Exothermic Reaction راح نقيسها من خلال ما يسمى الـ Enthalby إذن معنى معنى الـ Enthalby Of Solution تظار Delta H هو The Heat Absorb كمية الحرارة الممتصة في حالة الـ Endothermic Reaction or Release أو الحرارة المطلقة في حالة Exothermic Reaction When the Solute عندما المذاب dissolve in definite amount of solver عندما تذوب كمية معينة من السوليوت بالـ Solve فمقياز الحرارة الممتصة أو المنبعثة هي الـ Enthalby Of The Solution Delta H عندما يكون التفاعل طارد للحرارة أو بعث للحرارة تكون إشارة الـ Enthalby سالبة وتكون إشارة موجبة عندما يمتص النظام الحرارة هذه مقدمة عن تجربتنا لهذا اليوم زي الطاقة الحرارية سواء كانت المنبعثة أو المنتصة تعتمد على عاملين أساسيا العامل الأول هو The Nature Of The Solute طبيعة المادة الذائبة هل هي ملح هل هي أسد هل هي base هل هي baller non-baller إلى آخر هاي كلها لطبيعة المادة أو طبيعة السوليوت رح يأثر لنا على The Heat of Solution نقطة ثانية Concentration of the Final Solution هل هذا المحلول اللي أنا حضرته هو محلول Concentrated أو Diluted أو أشكية التركيز أو أشكية التركيز مالتا جدا رح يأثر على كمية الحرارة المطلقة أو المنتصة من النظام إذن The Heat of Solution الحرارة تعتمد depend on على الشغلتين The Nature of the Solute Number 2 لالconcentration of the Final Solution القانون الأساسي اللي حنعتمد هو Vondhoff Equation Vondhoff Equation رح نطبقها اليوم حتى نحسب درجة الحرارة أو عفوا كمية الحرارة لالإنثال ب The Solution كمية الحرارة المنتصة أو المبعتة بالاعتماد على Solubility إذن حيكون تركيزنا على دراسة العلاقة بين The Solubility و The H لالإنثال ب The Solution خلينا نجي نفسر هذا القانون LEN The Solubility S هي The Solubility رح ناخذ لها اللEN بشكل بسيط من الحاسب The H هي Average Heat of Solution كمية الحرارة كمية الحرارة للنظام R هو الغاز constant الثابت العام للغازات R هو الثابت العام للغازات مقدارة ثابت تحفظوه 8.3145 8.3145 هذا الغاز constant الثابت العام للغازات الوحدة مالت جول اللي هي مقياس للطاقة الحرارية مال اللي هو عدد المالات في Kelvin Kelvin اللي هي مقياس لدرجة الحرارة بس بما كان من نقول Silicius هنستخدم هذا القانون Kelvin بعد الاريجين الت ت اللي هي temperature درجة الحرارة ب Kelvin اليوم راح نثبت انه درجة الحرارة بال Kelvin وليس بال Silicius اخر شي زاد CC اللي هي concentration اذا القانون اللي حنعتمد اليوم هو هذا القانون قانون يربط بين درجة بين مقياس الحرارة الانثال ب Obsolution وال Solubility قانون يساوي Lensolubility يساوي ΔH غاز الحرارة R ثابت العمل للغازات T Temperature زاد C اللي هي الconcentration راح نعيد the purpose of experiment هدف التجربة لهذا اليوم is to determine لتحديد the heat of solution تحديد حرارة النظام أو حرارة المحلول راح نركز على مادة اللي هي Organic Acid Oxalic Acid اليوم تجربتنا راح تكون على Oxalic Acid هو اللي حنقيس لحرارة المحلول Why majoring the solubility at 3 temperature اذن هدفنا الاساسي انه نربط بين heat of solution بالاعتماد على solubility من solubility راح اقيس the heat of solution المل لمادة Oxalic Acid مادة اللي حستخدمها هي مادة Oxalic Acid هسا نجي للجزء العملي وخطوات هذه التجربة بالنسبة للبروسيجر اول خطوة prepare a saturated solution of Oxalic Acid at 45 درجة سيليزية مثل ما تعرفون طلاب عندنا 3 انواع من المحاليل حسب التركيز مالتهم مع زيادة التركيز راح يكون عندنا 3 انواع اول نوع يكون unsaturated solution solution الunsaturated هو عند اذابة كمية قليلة من السوليوت داخل السولبنت عند اذابة كمية قليلة من السوليوت داخل السولبنت راح يكون الunsaturated solution صفات الunsaturated solution انه احنا ممكن انذوب بكميات اكبر من السولبنت more solute dissolve يعني انا مثلا ذوبت 5 جرام وهذا النظام لو اضيف له بعد 5 جرام ايضا راح اذوب بشكل كامل داخل المحلول في هالحالة راح اسمي unsaturated solution اللي هو غير مشبع يعني غير كامل التشبع يتحمل انه اذوب بكميات اكبر من السوليوت لما ازيد التركيز مع increasing concentration راح يوصل الى مرحلة التشبع مرحلة التشبع معنى كل جزئات السوليوت ذاك بها جزئة معينة من السوليوت فما اقدر اضيف كميات اضافية من السوليوت بس اضيف كمية اكبر من السوليوت راح تترسب بالداخل مع زيادة التركيز راح اوصل للسوليوت اليوم ما فوق التشبع اللي تكون تقريبا اغلب جزئات السوليوت مترسبة ومتكونة على الشكل كريست على شكل كريست بالقاع وتكون سوبر ساتوريت ويكون حتى النظام المحلول اللي انا راح احضر بالنسبة لل تجربة اليوم هو محلول ساتوريت واصل لمكسيموم وما يتحمل اي كمية اضافية من السلط اشان احضر بدرجة حرارة 45 راح نستخدم جهاز الووتر باث مثل ما تشوف قدام كم جهاز الووتر باث شفتوا اغلب المختبرات موجود هذا الجهاز هو عبارة عن هيتر يحتوي هنا على كمية من الماء لما نرفع الحرارة راح احنا خالين بالسلوشن فرح نضبط على درجة حرارة 45 ونسخن السلوشن للأوكزالك أسد بعدها الخطوة الثانية راح اخلي داخل هذا السلوشن انه مترباط باس بدرجات حرارة 35 درجة سيليزية و 25 درجة سيليزية لمدة 10 دقاق اذا نصار عندنا محلول الأوكزالك أسد الأوكزالك السلوشن محضر بتلاث درجات حرارة مختلفة 25 سيليزياس دقري 35 سيليزياس دقري و 45 سيليزياس دقري بتلاث درجات حرارة مختلفة بنفس الأوكزالك أسد سلوشن خطوة اللي بعتها راح اطلع هذا الفلاسك اللي موجود بالأوكزالك أسد من الواتر باث وأبرد سوي لعملية كوب بعد ما يبرد تماما after cool filtrate the solution أسوي لعملية filter هسا طلاب مثل ما قلنا احنا دا نحضر saturated solution محلول مشبع فبما أنه محلول مشبع لما يبرد وتنزل درجة الحرارة أي كمية إضافية من السوليوت راح تترسب بإلقاء تمام مثل ما تشوفون هنا عندنا محلول saturated هو واصل للمكسيموم بدرجة حرارة خلي نقول 45 فلما أبرد جزيئات بعضها راح تترسب بالداخل فشو نتخلص من هاي جزيئات المترسبة من البرسبitate عن طريق عملية الفلتريشن فلتريشن عملية جدا بسيطة راح أخلي flask funnel قمع داخل القمع أخلي filter paper ورقة الترشيح وأسوي عملية filtration للسولوشن حتى أتخلص من هاي البرسبitate اللي موجودة من الأوكزاليك أسد تمام فأسوي عملية filtration لثلاث محالي لأنه كل محلول حضرنا بدرجة حرارة مختلفة بعد ما سويت الفلتريشن تخلصت من جميع الشوائق تخلصت من الأوكزاليك أسد الغير ذائق راح أخذ خمسة مل من محلول الأوكزاليك أسد فقط خمسة مل من الأوكزاليك أسد هذا الفوليوم للأوكزاليك أسد راح أسوي لعملية titration تسحيح مع point to normality من الأوكزاليك أسد إذن هذا يعتبر التركيز أو النormality للأوكزاليك أسد وهذا يعتبر الفوليوم للأوكزاليك أسد مثلا ما تشوفون بالنسبة لل setup لل titration راح نحتاج puret سحاها هاي اللي بيورت دائما تحتوي على titrant titrant هو المادة معلومة التركيز إذن titrant هو يمثل لنا ال-N-A-O-H لأن ال-N-A-O-H تركيز معلوم فدائما بالبيورت أخلي titrant اللي هي مادة معلومة التركيز بالفلاسك لا راح أخلي ال-Analyte ال-Analyte اللي هي مادة مجهولة التركيز واللي بتجربة نتمثل لنا الأوكزاليك أسد أوكزاليك أسد إحنا تركيزة ما نعرفها فهو مجهولة تركيز راح نخليه بالفلاسك ونخليه ال-Indicator الكاشف الكاشف بتجربة اليوم هو الفينول نفتالي الكاشف بعد ما أكمل عملية التسحيح وأصل لل-Endpoint راح أناقص ال-V-Final من ال-V-Initial راح أطلع ال-Volume لل-NA-H إذن صار عندي شنو المعلوم تركيز ال-NA-H Volume اللي أخدته بعد عملية التسحيح من ال-V-Final ناقص ال-V-Initial و-Volume الأوكزاليك أسد اللي هو خمسة مر اللي أنا خليته بالفلاسك شنو ظل عندي مجهول هو تركيز الأوكزاليك أسد تركيز الأوكزاليك أسد تمام إذن الخطوة هذي أخذ خمسة مر من الأوكزاليك أسد أسوي لعملية titration و-NA-H هدف منعتها المجهول سأجي من خلال هاي المعادلة هذا خلينا اعتبره الحجم والتركيز لل-NA-H وهذا الحجم والتركيز للأوكزاليك أسد ال-NA-H عندنا التركيز معلوم ال-V معلوم من التايتريشن الأوكزاليك أسد ال-V هي الخمسة مر معلومة ونعدنا المجهول فقط تركيز الأوكزاليك أسد فأطلع التركيز هذا راح يمثلي ال-Solubility للأوكزاليك أسد فأصار عندنا Solubility ب-EH Temperature كل درجة حرارة راح تنطيني Solubility مثل ما قلنا درجات الحرارة اللي حنستخدمها اليوم هي بالكلب فلازم درجات الحرارة مثلا ال-25 و-35 و-45 أضيفي لها 273.15 حتى أحولها إلى كلبن إذن هذا القانون حفظ T بالكلبن يساوي T بالسيليسيس زائد 273.15 حسا راح نجي للرسم بالنسبة لل Bound of Equation اللي راح نسوي إحنا Solubility حددنا قلنا 3 Solubility مين جبناها؟ جبناها من تركيز اللي طلعنا للأوكزاليك إذن بالحاسبة بشكل بسيط أحولها وأطلع اللين مالت بالنسبة للواحد على T هنا للا محتاجة خطوتين الخطوة الأولى أحولها من السيليسيس إلى الكلبن حسب القانون اللي أخذنا الخطوة الثانية أخذ الواحد على T أخذ مقلوب درجة الحرارة بالكلبن فصار عندي خلينا نفرط هاي النقطة الأولى هاي النقطة الثانية وهاي النقطة الثالثة اللي هي درجة الحرارة مقلوبها وبعد محاولناها إلى الكلبن Solubility Direct نأخذها من التركيز وننطي اللين مالت هاي خلينا نفترض النقطة الأولى لسيلي بلتي ثانية ثالثة راح تتحدد عدنا ثلاث نقاط راح يطل بعد ما نوصلها راح يطلع عدنا خط مستقيم بهذا الشكل أكيد مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة أي خط مستقيم إلى شنو إلى Slope خط المستقيم إلى ميل ميل الخط المستقيم اللي هو السلوب تجربتنا اليوم السلوب راح يمثل Delta H على R عرفنا المحاضرة الشان راح السابقة شانو نطلع إلى Slope Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1 يعني لو أجي على الخط Multi أخذ هاي النقطة الأولى فارضا هاي النقطة الثانية أحدد لها Y1 Y2 عفوا X1 Y1 هنا راح أحدد لها Y2 و X2 راح أحسب السلوب اللي هو Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X هذا السلوب شيء يمثلي مثلي Delta H على R R أصلا معلوم اللي هو الثابت العام للغازات السلوب معلوم من هذه المعادلة صف عندنا من المجهول اللي هو Delta H مقياس حرارة النظام إذن حرارة النظام Heat of Solution راح أحددها عن طريق السلوب of the line بما أنه أخذ مستقيم إذن إلى سلوب إلى ميل الميل يساوي Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1 R الثابت العام للغازات معلوم من وقعدنا Delta H اللي هو مقياس الحرارة هذه الحالة قدرت أحدد Delta H 100 من السلوب أو بالاعتماد على السلوب وهذا هدفنا من التجربة أن نحدد Delta H حرارة المحلول بالاعتماد على السلوب وبالتلات درجات حرارة مختلفة ترجمة نانسي قنقر